يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر بعد ساعات ان شاء الله في السادسة مساء تحديدا منتخبنا يواجه منتخب سيرليون في ليبريا في الجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 انتصار اول وصدار للمجموعة انتصار اول كان على جبوتي بسوداسية نظيفة باقي المجموعة كلها تعادلات كله نقطة واحدة معادة طبعا منتخب جبوتي بلا نقط نكسب سيرليون ناخد الست نقط نقول للتصفيات شكرا مؤقتا ونخش على كاس الامم الافريقية وإحنا في تصفيات كاس العالم مرتحين مبسوطين حاسين ان الامور يعني ان شاء الله تمشي على خير ما نخشش احنا في حزبة برما بس ندخل كل المنافسين الاخرين في حزبة برما احنا بدري بدري نحسم كل مبارياتنا ومش عايزين يا جماعة لو ان شاء الله يعني حد من لقيب المنتخب سماني ولا حد من الجهاز الفني مش عايزين نقول بعد 4-5 مباريات ياه فاكرين مباراة سيرليون اللي كانت في ليبريا لو كنا خدنا التلات نقط فيها كنا زماننا دلوقتي في كاس العالم مش المنتخب الفلاني ولا المنتخب العلاني ليه يا ما عنينا من الكصة دي يا ما نبدأ البدايات مش قوي ونجي في الآخر نكسب كل حاجة بس ما نلحقش نخش في كاس العالم ما نجمعش النقطة التي دخلنا في كاس العالم تعالوا نعملها مرة بالعكس اللي هو ايه انا هجمع بدري بدري انا هخلص الوجب بتاعي بدري بدري انا هحسم الصدارة بدري بدري ان شاء الله تبقى الامور ميسرة وان شاء الامور تبقى جيدة في مباراة سيرليون الساعة السادسة مساء ان شاء الله في ليبريا